اشتركوا في القناة تعود جذور المملكة العربية السعودية الى الحضارات الاولى التي ظهرت في شبه الجزيرة العربية وعلى مر القرون لعبت شبه الجزيرة دورا مهما في التاريخ بوصفها مركزا تجاريا قديما ومهدا للإسلام واتى الاعلان لأول مرة عن احياء ذكرى يوم التأسيس بمرسوم ملكي من خادم الحرمين الشريفين ليعود هذا اليوم تحديدا لشهر فبراير من العام 1727 وهو العام الذي اسست فيه الدولة السعودية الاولى على يد ابن الدرعية وامامها اهنذاك الامام محمد بن سعود ويمثل هذا التاريخ العريق للمملكة العربية السعودية مؤرخا ليوم مفصلي في تاريخ المملكة وابانة الكالفاترة كانت شبه الجزيرة العربية تشهد فوضى زياسية وكانت بلدانها واغالمها في فرقة وتشتت ولكن حس الامام الدولة السعودية الاولى الاداري ونظرته المستقبلية لانشاء حاضرة تزدهر عبر القرون جعله يرفع شعار الوحدة وبدأ بمدينته الدرعية ووحد شطريها وجعلها تحت حكم واحد وبعد انتهاء الدولة السعودية الاولى بسبع سنوات تمكن الامام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود من استعادة الدولة وتأسيس الدولة السعودية الثانية وعاصمته الرياض وبعد انتهائها بعشر سنوات قيض الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل الاسعود ليؤسس الدولة السعودية الثالثة ويوحدها باسم المملكة العربية السعودية وسار أبناؤه الملوك من بعده على نهجه في تعزيز بناء هذه الدولة ووحدتها ويبقى هذا اليوم مشاهدا ومبرزا للعمق التاريخي والحضاري للمملكة العربية السعودية الشقيقة لتتعرف الأجيال الحالية على الجذور التاريخية لبلادهم ويتعرف العالم أجمع على مدى عراقة الدولة السعودية وحضرتها العظيمة وأسسها الصلبة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة